لكن خلينا نمر بسرعة على بعض الأخبار الدولية خاصة البعض الأخبار الدولية التي تهمنا ومن بين الأخبار الدولية هذه اليوم لعل البعض تابع من المستمعين الأفاضل المستمعين الأفاضل ما يجري في فرنسا من مظاهرات واحتجاجات وكانت اليوم باريس مرة أخرى في الحقيقة ساحة عنف في بعض أحيائها وليس فقط باريس وحتى مدن أخرى بما فيها نونت وبما فيها وكان فيه عنف وعنف شديد متبادل بين المتظاهرين وبين شرطة باريس أو شرطة فرنسا والحقيقة أن هذا الإضراب من تلك الفرنسيين اللي مس قطاعات وشل قطاعات منذ 38 يوم تعرفوا الخلاف ما بين المتظاهرين والمؤسسة الحاكمة ماكرو ومن معه الخلاف أنهم رفعوا لهم من 62 سنة إلى 64 سنة يريدون أن نرفع ثلث ثلث العاملين في القطاع الخاصة والقطاع العام أن يرفع الأروتريت من 62 إلى 64 ثلث فقط يعني هذه واحدة من أكثر القضايا الخلافية في قضايا أخرى هؤلاء اللي راهم يظهروا هؤلاء في الغالب عايشين حياة معقولة جداً معقولة جداً في الغالب عندهم عمال وعندهم بيت وعندهم حالة سياسية مادية معقولة جداً نحن نتحدث على الفرنسيين لكن مع ذلك قامت الاحتجاجات والإضرابات وبشكل والناس يقولوا أن في الغالب الفرنسيين مع هذه الاحتجاجات ومع هذه الإضرابات 38 يوم وهي تؤثر على الناس ومع ذلك أغلبية الفرنسيين مساندين لهذه الاحتجاجات على الأقل من خلال حديثي مع بعض إخواناً اللي عيشوا هناك اليوم فيه أيضاً البارح لعلك نسمعته وفاة سلطان قابوس أنا بالحقيقة نجيب هذه الأخبار باش نعلق عليها فيما يهمنا يعني مش لذاتها سلطان قابوس هذا اللي هلك البارح أو أعلنوا عن هلاكه البارح حكم خمسين سنة من ألف وتسعمائة وسبعين إلى ألفين وعشرين وتخيلوا كيف وصل الحكم وصل الحكم بانقلاب على من؟ على والده أقدر بانقلاب على والده شوفوا قضية الحكم لما ما يكونش هناك مؤسسات تحكم الأطر كيف ينتقل الحكم كيف تتغير السلطان من هو الحاكم الرئيس الوزير الأول من هم كيف يصلون تحكم فيهم الإعلام المستقل القضاء المستقل الإعلام الحر المجتمع الحي خمسين سنة يحكم في بلد خمسين سنة نصف قرن يعني فيه ناس اللي ولد وماتوا وكان سلطان قابوس موجود واللي رأى عمره اليوم سبعين سنة في سلطانة عمان لم يعرف حاكما إذا كان عمره لما كان عشرين سنة وصل هذا الحاكم إلى الحكم عن طريق انقلاب على والده إلا السلطان قابوس وهاهو مات وش يدير يورث البلد ومن في البلد إلى ابنه ولا ابن عمه ولا هذا طبعا ما عندوش أولاد لا يلد فورثها إلى ابن عمه يلا هاهي عمان وشعبها ومن فيها مثل حاكم هاهي الكارثة من هذا نبي لا ملائكة لا بشر مثله مثل كل البشر يتصرفون في البلدان ملكية خاصة ومرات أبشع من ملكية خاصة وكان الناس حيوانات وليس بعيد من سلطان قابوس كانت اليوم مظاهرات في إيران ومظاهرات شديدة في الحقيقة وصلت إلى غاية أن الإصلاحي الشيخ الإصلاحي مهدي كاروبي يطالب خاميناي خاميناي وهو الويني يطالبه بالاستقالة وبالرحيل كانت في مظاهرات أقدم عليها الإيرانيون بعدما اعترفت إيران اليوم طرف النظام الإيراني بأنه هو الذي أسقطت طائرة بالخطأ طائرة الميوستو سبعين شخص طائرة الأوكرانية يعني في النهاية الرد الإيراني لدفع ثمن حقيقة هم الخمسين أو الخمسة وخمسين شخص اللي ماتوا في التدافع في جنازة سليماني وأكثر من مئتين أو مئتين وخمسين جريح والبؤساء منتع الطائرة مئة وستو سبعين بما فيهم أطفال ونساء واللي أسقطها ساروخ إيراني طبعا السواريخ الإيرانية لم تجرح ولا قط منقولش جندي أمريكي قط أمريكي ما تجرحش كلب أمريكي مع القاعدة اللي أطلق عليها ما تجرحش علاه لأنهم خبروهم من قبل راح نبعثو لكم السواريخ وفي الغالب طاحت في البعيد عليهم أصلا مهزلة حقيقية لكن اللي دفعوا الثمن وإن كان هذا طبعا لماتوا سواء تعد طائرة أو التدافع ماتوا بالخطأ ولكن هذه هي في النهاية ولذلك كانت شعارات اليوم الموت للدكتاتور في إيران لأن خميناي هذا هو فوق الرئيس المنتخب شعب الإيراني ينتخب لكن فوقه من؟ الولي الفقه هم عندهم الولي الفقه وأنا قلتها من رأوا الله أن الولي السفيه نحن أيضا موجود الرئيس لكن من الخلف وفوق الرئيس جنرال أو مجموعة جنرالات هم الذين يقررون ماذا يفعل الرئيس وما لا يفعل حتى هذا تبون اللي جابوه هم يعبثوا به بعضهم يأمر بإطلاق المعتقلين الرهائل وبعضهم يأمر بلقاء عليهم في السجن ولذلك كنت شوفوا البعض أطلق والبعض ما زال في السجن حتى من بين اللي ما زالوا في السجن من اللي رأهم رفعوا الراية الثقافية الأمازيغية اللي رأهم تبون اليوم راسلته هاني وفاتح الله وعاطيها يوم شماج وغدوة الناس ما تخدمش وا 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 كي الناس سجنوا على جل هذا الراية وكي الناس ربما ما زالوا سجونين أنا يومها قلت أن الكارثة بغض النظر على الناس وموقفهم من الراية الأمازيغية الثقافية لأننا نشوف من حق الناس أنها ترفحها لما لا مدامها راية ليست راية وطنية ولا تنافس الراية الوطنية إنما راية تعبر عن هوية ثقافية لماذا لماذا يومها ركزت على هذا الموضوع لأننا فيش قانون لأن يومها القيد صالح هو القانون هو اللي قال باللي هذا الراية رهي لا يجوز رفعها ما قالش الراية قال الرايات وبعدين كانت المقصودة هي وسرجنا الناس على أساس إلى حد أمس أعتقد في مسغانم أعتقل وسجن واحد كان رفح في العاصمة يحتفلون بها في بجاية في تيزيوزو في وهران في عنابة ممكن لكن ممكن في المستقبل سجنوك لأنك رفح تحس بأنها دول دول داخل دولة واحدة نعم لأنهم أجنح لأنهم أجنح في الحقيقة